حول السيدة فاطمة المعصومة عليها الصلاة والسلام ورد في الحديث من زارها عارفاً بحقها وجبت له الجنة من زارها عارفاً بحقها وجبت له الجنة نفس المطلب الذي حول زيارة الإمام عليه الصلاة والسلام من زاره عارفاً بحقه وجبت له الجنة بالنسبة إلى الإمام من زاره عارفاً بحقه في الحديث الشريف أنه يعلم بأنه إمام مفترض الطاعة ويعتقد بذلك هذه المعرفة بالنسبة إلى الإمام المعصوم بالنسبة إلى السيدة فاطمة المعصومة عليه الصلاة والسلام من زارها عارفاً بحقها المعرفة بحقها أن تعرف أنها من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطحرهم تطيرا أن تعلم بأنها بنت الإمام بأنها أخت الإمام بأنها عمة الإمام الأئمة الذين افترض الله سبحانه وتعالى على الناس طاعتهم فإذن معرفة السيدة فاطمة المعصومة عليها الصلاة والسلام هو بمعرفة أنها من هذا البيت اللي هو في الواقع يرجع إلى معرفة الأئمة عليهم الصلاة والسلام وأيضا المعرفة تستلزم العمل يعني أن يعرف الإنسان الحق بصحة العقيدة وصحة العمل أن تكون عقيدته صحيحة وأن يكون عمله صحيحا فهذا وجبت له الجنة وجبت يعني ثبتت له الجنة لأن الله سبحانه وتعالى وعد الجنة لمن من آمن وعمل صالحا الإيمان منه معرفة الأئمة عليهم الصلاة والسلام معرفة هذا البيت لأن الله سبحانه وتعالى أمر الرسول بتبليغ ذلك وأنه كمال الدين بذلك اليوم أكملت لكم دينكم أكمال الدين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام فلابد من زيارتها ومن معرفة حقها وما ورد في زيارة السيدة معصومة عليها الصلاة والسلام وما ورد من عرفان حقها هذا لم يرد في عامة أولاد الأئمة إلا القليل جدا يعني درجة السيدة فاطمة المعصومة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى يعني بالنسبة إلى بعض أولاد الأئمة عندنا هذا الشيء اللي بالنسبة إلى المعصومة عليه الصلاة والسلام موجود مثلا بالنسبة إلى علي الأكبر عليه السلام بالنسبة إلى السيدة زينب عليه السلام وبالنسبة إلى مثلا عبد العظيم الحسني المدفون في مدينة الري في جنوب طهران هؤلاء الذين وصلنا بيان منزلتهم السيدة فاطمة المعصومة هكذا من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة موسيقى موسيقى موسيقى